السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير يقول تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها ويقول أيضا تلك حدود الله فلا تعتدوها فما الفرق بينهما؟ حاولت أن أرسم رسمة لتقريب المعنى فعذرا لست ماهرة في الرسم فلنتخيل مثلا أن تلك حدود الله وحدود الله معناها ما أمر الله به سبحانه وتعالى من حلال وحرام فلنتخيل مثلا أن هذه هي حدود الله والبشر خارجها أمر الله سبحانه وتعالى البشر بعدم الاقتراب مباشرة النساء أثناء الاعتكاف الفواحش أكل مال اليتيم الزنا لا تقربوها أي لا تفعلوا مقدماتها حتى لا تقعوا فيها فالبشر بعيدون عنها فنهاهم الله سبحانه وتعالى من الاقتراب بإحداث المقدمات ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنا إذن البشر بعيدون عنها فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن الاقتراب منها ثم نأتي بعد ذلك إلى فلا تعتدوها جاءت فلا تعتدوها مع الطلاق والخلع والميراث الطلاق والخلع والميراث هنا والبشر أيضا هنا فالبشر وقعوا في حدود الطلاق والبشر وقعوا في حدود الخلع والبشر وقعوا في حدود الميراث فأمرهم الله سبحانه وتعالى ألا يعتدوها أي لا يخرجوا خارج ما أمر الله به وخارج ما حدده الله سبحانه وتعالى لهذه الحدود فقد وضع الله سبحانه وتعالى حدودا للطلاق وضع الله سبحانه وتعالى حدودا للخلع وضع الله سبحانه وتعالى حدودا للميراث فإن وقعت فيها فلا تتعد ما أمر الله به ولا تخرج خارجه الطلاق مرتان ثم بعد ذلك هذا بالنسبة للطلاق ثم يأتي الله سبحانه وتعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الخلع لذلك يقول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تخرجوا خارج ما حدده الله وكذلك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى آخر الآية ومن يتعدى في الطلاق ثم بعد ذلك في الميراث يقول تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إلى آخر الآيات ويعقب الله سبحانه وتعالى بعدها بآية ويقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها يتعدى حدوده إذن لا تقربوها حدود الله هنا والبشر هنا فأمرهم الله بعدم الاقتراب لا تعتدوها حدود الله والبشر هنا أمرهم الله سبحانه وتعالى بعدم الخروج بعدم الخروج خارجها وسعدتم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر